الملخص بتاعنا ان احنا عرفنا ال common feature في most applications أو في most software applications زي المنو والتول باروة ريبون وفهمنا يعني ايه ورد بروسسور وعرفنا ايه feature اللي فيه وفهمنا يعني اسبريتشيت اللي هو الاسل وعرفنا ايه feature اللي فيه وفهمنا ايه database manage system وفهمنا ايه features اللي فيها وعرفنا ال presentation graphics وايه features الموجودة فيها وايه هو ال integrated packages ويعني ايه software suite اتمنى انتوا تكونوا فهمتم الموضوع واشوفكم على خير في دروس جديدة